أهلا بكم جديد طبعا يقترب موعد الانتخابات الأمريكية النصفية التي ستحدد مصير الكونغرس للسنتين القادمتين بين ديمقراطي وجمهوري سواء سيبقى بأكثرية ديمقراطية كما هو الحال اليوم أو تنتقل الأكثرية إلى الجمهوريين الذين يعولون على تراجع شعبية الرئيس جو بايدن ومعه حزبه ومع اقتراب موعد الانتخابات تزداد المخاوف من تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة طبعا خاصة بعد حديثة استهداف منزل رئيسة مجلس نواب نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي والذي أسفر عن إصابة زوجها إصابة بليغة فبينما يستعد الأمريكيون في الثامن من نوفمبر القادم لذهاب إلى صناديق الاقتراع حذر خبراء ومراقبون من خطر أعمال العنف فالانتخابات تجري في جو من المؤامرة والترهيب وسط مزاعم يمينية بتزوير الناخبين وانتهامات مستمرة بأن انتخابات الرئاسية السابقة في 2020 سرقت من الجمهوريين وتحديدا أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لنرسل في تقرير تالي المؤشرات والمخاوف من حدوث عنف سياسي في الولايات المتحدة مرتبط بالانتخابات الانتخابات النصفية الأمريكية هذه المرة بنكهة لا تشبه سابقاتها مفصلية مصيرية ولهذا تتهيأ عيون الجمهوريين سعيا لمراقبة العملية الديمقراطية عبر طريقتهم الخاصة فجيش من المراقبين يزيد عن عشرين ألف شخص تم تدريبهم لأجل هذه المهمة لكن مهمة غالبية أفراد هذا الجيش ستكون محصورة في ولايات متأرجحة أي المعركة هناك ستشتد وقد تأخذ مناحي أمنية سلبية في ظل المخاوف من طريقة عمل المراقبين يستعيد كثيرون مشهد اقتحام الكابيتول في ظل ارتباط المراقبين بمستشار ترامب ستيف بانون المتهم بعرقلة التحقيقات في ذلك الملف ولكنه مسؤول عن ملف التدريب وهنا تكمل مخاوف الديمقراطيين في إمكانية اتباع المراقبين أسطوبا صداميا يمنع سير الانتخابات بشكل سلس ويتخوف الديمقراطيون من أن يذهب المشرفون على الانتخابات من الجمهوريين إلى تضييق على الناخبين أو حتى الطعن في النتائج التي لا تعجبهم باستحضار نظرية المؤامرة التي تم اتباعها في انتخابات 2020 في محاولة الانتزاع صفة الشرعية عن الاستحقاق الرئاسي تعلو صراخات الديمقراطيين من سيناريو سيء يحضر له ترامب الذي جمع مع أنصاره مبلغ 19.700.000 دولار لإطلاق جيش يوصف بالمتطرف أو الموازي للتصدي لمحاولة تغيير مسار الانتخابات من قبل من يعتبرها ترامب الدولة العميقة من واشنطن هذا عبر تطبيق زوم الدكتور توت بيلت مدير برنامج الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن أهلا وسهلا بك دكتور بيلت معنا في دائرة شرق سعيدين وجودك دائما معنا هل تتوقع فعلا بأن هناك مؤشرات عالية على ترافق هذه الانتخابات بأي نوع من أنواع العنف السياسي وهل يمكن أن تصل لما شاهدنا حول الكافيتل أم التخوف هنا مما حصل الصدمة مما حصل تهيمن أكثر على الأجواء من المؤشرات الفعلية شكرا على استضافتي يسعدني أن أكون معكم مجددا نحن لدينا وضع إشكالي هنا في الولايات المتحدة وكما ذكرتم الانتخابات بعد أسبوع وكان هناك هذه الهجمة ضد منزل رئيسة مجلس النواب وإذن تأذى زوجها من خلال هذا الهجوم العنيف وهي لم تكن في المنزل وهناك كثير من الأمور التي تحدث ذكرتم بعضها والكثير من الجمهوريين يعتقد أن الانتخابات ليست منصفة وبدأوا في أماكن مثل أريزونا يذهب إلى مراكز الاقتراع وأحيانا مصلحين ويقومون بترهيب الناخبين وبالتالي نحن قلقون حيانا ما قد يحدث خلال أو يوم الانتخاب والكثير من الولايات تتوقع حدوث ذلك وسألت إذا كان هناك تكرات لأحداث الكابيتول لا أعتقد لأن في الانتخابات النصفية ليس هناك تأكيد للنتائج الأخيرة للانتخابات من قبل الكونغرس فهذه الانتخابات تجي على مستوى الولاية وداخل الولاية هناك إذا مناطق مختلفة تنظم الانتخابات وبالتالي النتائج موزعة في عموم البلاد على مستوى محلي ولا نعرف كيف يمكن أن تتبلور الأمور وسوف يكون من الصعب على السلوطات أن تسيطر على الوضع برأيك أفضل الوسائل دكتور للسيطرة على الوضع هل يمكن اليوم وضع خطط فدرالية لكل الولايات التي تلتزم بها هل نتحدث عن دور الإعلام دور السياسة دور الجهات الأمنية كيف تبدو لك أفضل الخطط اليوم لمنع حدوث هذه العنف أو هذه المشاكل أعتقد أن الخطط الأفضل هي على مستوى السلوطات المحلية لأن السلوطات المحلية هي التي تنظم هذه الانتخابات ولن يكون هناك ترحيب القوات الفيدرالية إلا إذا كان هناك احتجاجات أو أعمال شغبية يجب أن يكون هناك عناصر شرطة وأمنية في محيط مراكز الاقتراع للتأكد من أنه لا يتم ترهيب الناخبين وبأن من يخرج لا يقوم بترهيب إما الناخبين أو العاملين في مراكز الاقتراع واتهامهم بأمور مختلفة هذا يحدث على المستوى المحلي على محتوى على مستوى حكام الولاية وعمدات المدن الذين يجب أن يؤكدوا أنهم لديهم الصلاحيات لتوقيف كل من يقوم بمثل هذه الأفعال وسوف يسجن ويغرم النافاعلون وكما قلت سابقا فهذه الظاهرة في تصاعد ولا أعتقد أن الهجوم على زوج بيلوزي سوف يحدئ من الأمور بل يجعلها تتفاقم ورأينا إيلون ماسك مثلا يستحوذ على تويتر وفي الأيام القليلة الماضية رأينا عدد الكلمات المسيئة والحديث عن المؤامرة حتى من إيلون ماسك نفسه حول هذه الحادثة وبالتالي نتوقع أن يكون الوضع كارثيا ولذلك مسؤولية هي على عاطق السلطات المحلية لتوضح أنه إذا كان هناك أي أعمال عنف سوف يتم توقيف المسؤولين كل الشكر لك دكتور تود بيلت مدير برنامج الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن حدثنا من واشنطن من هناك وبطبيعة الحال سوف نلتقي كثيرا هذه الأيام أصولا إلى انتخابات شكرا لك اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج دائرة شرق معي أنا زينا يازجي